مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة غدا نتوقع أن يكون الطقس مستقرا وهناك ارتفاع على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى وبشكل عام فإن الطقس يكون لطيف بالنهار يميل إلى البرودة ليلا مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المناطق الشمالية تمتاز بدرجات حرارة أقل الوسطى بدرجات حرارة أعلى والمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية ذات درجات حرارة أعلى بشكل عام وهذا واضح أن صور اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى الأصفر درجات الحرارة الأقل والأخضر درجات الحرارة الأكثر برودة وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة في الرياض راح تكون الأجواء تقريبا باردة نسبيا وبشكل عام هي لطيفة لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر وبتكون الحرارة الصغرى بحدود 13 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأحد أجواء مشمسة في الرياض معتدلة في النهار لطيفة ليلا العظمى 25 والصغرى 15 الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة مع هناك بعض الغبار وأيضا تنشط الرياح قليلا والعظمى بحدود 28 درجة مئوية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة ليلا والصغرى حوالي 17 درجة مئوية يوم الثلاثة انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء اللطيفة في النهار ولكنها تميل إلى البرود ليلا العظمى بحدود 26 والصغرى 13 درجة مئوية أما الأحوال الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة إسكاك أجواء باردة نسبية نهارا باردة ليلا العظمى 17 والصغرى 11 عرعر 15 إلى 8 وتبوك 20 إلى 9 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الغربية أجواء معتدلة بالنهار لطيفة ليلا المدينة المنورة 27-15 جدة 26-18 مكة المكرمة 29 إلى 19 والطائف 24 إلى 16 درجة مئوية أما المنطقة الجنوبية الغربية المنطقة الجنوبية الغربية أجواء لطيفة بالنهار باردة نسبية ليلا الباحة 17 إلى 13 أبهة 21-11 جازان 29 إلى 24 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا حفر الباطن 19-12 تميل إلى البرودة ليلا والدمام 23-16 والإحساء 23 إلى 14 درجة مئوية أما الرياض والمنطقة الوسطى فأجواء تقريبا لطيفة في النهار تميل إلى البرودة ليلا حائل 19-11 بريدة 19-12 والرياض 25 إلى 15 درجة مئوية ترجمة نانسي قنقر